ماريانو دياس بيدخل تاريخ اللي جاء من اوسع ابوابه عشان يكون اسرع بديل ينزل يجيب جول بعد خمسين ثانية فقط من نزوله. عشان يوجه رسالة لزيدان ان حتى لو كان كريم بنزيبة هو صاحب النادي وهو صاحب الكورة لازم يقعد احتياطي وانا هلعب اساسي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة الحديث مع حكم عامر الشريف النهاردة هنتكلم على كلاسيكو الارض اهم ماتش في القرى الارضية بين ريال مادريدو وبرشلونا في السانتياجو برنابيو قمة الجولة ستة وعشرين في الدولة الاسباني اللي دخلوا الفرقتين النهاردة ومدربيهم الاتنين بدوافع مختلفة. بارشلونا وكيكي سيتين جاي من ماتش نابولي بنتيجة ايجابية من ايطاليا فرصته كويسة جدا للصعود عكس ريال مادريدو اللي خسر قدام وقابلها خسر الصدارة لبرشلونا في الليجة الاسبانية. فكان فيه حوافز عند مداربهم زيدان انهم يرجعوا للصدارة بانهم يكسبوا برشلونا بيديهم على ملعابهم وياخدوا الصدارة فرق نقطة. وده اللي حصل النهاردة يا جماعة. قبل ما ياخدش في التفاصيل ماتش يا ريب تعملوا لايك وسبسكراب في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات اول باول. الحقيقة يا جماعة ان الاستورة بتقول ان زيدان دايما صح وما تراهنش ضده على اي حاجة عشان تطلع انت غلطان. وزيدان دايما فيه الماتشاط الكبيرة ولما يبقى مضغوط بيطلع احسن حاجة من فرقته وبيقدر يكسب المواجهات الحاسمة دي. والنهاردة زيدان عمل درس كبير جدا في التكتيك وزاي هيق لعبته بعد فقدانهم ليه فرصة يعني تقريبا سبعين في المية تأهلهم قدام السيتي في دورة ابطال اوروبا انه يرجعهم بالثقة دي وبالروح دي قدام برشلونة المنافس والغريم التقليدي ده كان عمل صعب جدا يعمله ولكن ده زيدان وده اللي اخد تلاتة وده الاسطورة واللعاب الكبير اللي عارفينه من زمان. على العكس تماما كيكي سيتين جان جاي النهاردة وعارف ان هو مش متصرب عنه يكسب الماتش وحتى لو تعادل هيبقى الصدارة ليه. واضح جدا ان هو كان ما هيق لعبته على سيناريو مختلف للماتش ان احنا لو تعادلنا تمام لو خطفنا جون يبقى زي الفل واخدنا تلات نقطة. وابتعدنا بخمس نقطة عن ريال مادريد ولكن كل كل كلام كيكي سيتين وكل تعليماته راحت ادراج الرياح في مقابل رياح السنتياجو برنابيو اللي هبت النهاردة في وجود رونالدو وكأن بركته حلت على فينسو الجونيور وعلى مريانو دياز وعلى كل ملعب سنتياجو برنابيو عشان الريال يختف تلات نقطة غالين جدا والصدارة من برشلونة. الريال وبرشلونة يا جماعة لعبه مية تسعة وسبعين ماتش في تاريخهم كله. الريال فاز اتنين وسبعين وبرشلونة فازوا اتنين وسبعين. في يعني تعادل في كل حاجة. حتى في الاهداف اللي سجلوها. برشلونة مسجل ميتين تمانية وتمانين جول. وريال مادريد مسجل ميتين ستة وتمانين جول. وتعادلوا في خمسة وتلاتين مطر. لكن ميسي اللي كان دايما بتفوق في السنتياجو برنابيو صاحب الخمستاشر جول في الملعب ده واكتر من صنع في الكلاسيكو واكتر من سجل واكتر من سجل حتى اتنين في الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة. بقالوا ثلاث ماتشات ما بيجيبش جوام في الكلاسيكو. ولذلك النهاردة لعنة لسه بتطارد ميسي. وطبعا شفنا النهاردة ازاي ميسي كان غايب عن الماتشو. وطبعا كل فرق ببرشلونة اتضح جدا ان مشاكلها لسه هي هي. ولسه التراهل اللي شفنا ايام فالفيردي. الدفاع الضايع. الهجوم اللي مش قادر يسجل. تدخل المراكز. اللعيبة اللي ما بتنفس التعليمات في الملعب صح. مشاكل كتير جدا بيواجهها برشلونة ولعبته. وحتى تخبط الادارة اللي مسؤول عن كل الدوامة اللي داخل في ها برشلونة من تغيير مدارف ونص الموسم. للابقاء على بلبردي مثلا اللي باتت بعد في ضيحة آآ ليفربولو قبلها روما. فطبعا ادارة مش شايفة شغلها صح. وبالتالي ده انعكت على الفريق. واعتقد لو برشلونة طلع ببطولة هيبقى محظوص جدا السنادي. لان برشلونة انا شايف ان هو هيعاني من موسم صفري لو استمر الوضع على اللي احنا شوفناه النهاردة. طيب ازاي يا جماعة زيدان تفوق على برشلونة وهو اللي كان داخل بثقة اقل واللعيبة كانت معنوياتها في الارض بعد هزيمة السيتي على ملعبهم ويتبخر حلم الصعود لدور التمانية في وزاي كيكي سيتين ما اقدرش يتعادل او يطلع حتى بنقطة من ريال مادريد في سنتياجو برنابيو واللي كان على فكرة كيكي سيتين بيقدم ماتشات عالية جدا في سنتياجو برنابيو معقر ريال مادريد وقبل كده كان كاسبان ريال مادريد في ملعبهم بفرق اصغر كتير من برشلونة زي بيتيس ولاز بالماس. في البداية يا جماعة لما شفت مارسلو في تشكيلة زيدان عرفت ان ازاي النهاردة ما هيق لعبت وانحنا بنلعب نهائي الدوري او نهائي كاس عالم او نهائي لما لقيت ان هو منزل مارسلو على حساب مين دي يبقى انا ناوي اهاجم وان انا طمعان في الماتش وده رسالة اللاعبته وان انا لما هبدأ بمارسلو ان انا خلاص مش هبقى متحفز دفاعان وان انا خلاص هطير الجبهتين من اليمين والشمال زيدان لقى ان انا بدأ الماتش بخطة اربعة اربعة اتنين المعتدف في الماتشات الاخيرة اللاعب بكورتوة كحارس مرمى البين الدفاع بوران وسيرجو راموس وعليمين كارفخال وعلى الشمال مارسلو وفي خط المنتصف لعب كاسيميرو وفالفيردي وتوني كروس اللي رجع النهاردة رومانة ميزان ومايسترو في خط الويست وقدامهم اسكو في الهجوم فينسو جونيور على الشمال وكريم بنزيمة صاحب الملعب وصاحب الكرة الارضية وصاحب مادريد نفسها. اما كيكي سيتين فلعب بنفس الخطة تقريبا لعب تيريش تيجي في حراسة المرمى قدامه امتيتيو بكيو على اليمين سميدو وعلى الشمال جوردي قلبا اللي رجع من الاصابة ويلعبوا اول ماتش وده يدول ان هو عايز كمان يهاجم من الاطراف على عكس الموضوعات اللي فاتت اللي كان فيه ضعف كبير من برشلونا في الهجوم من على الاطراف وفي خط المنتصف لعب بوسكتس وديونج وارسر ميلو ومعاهم فيدال على اليمين وفي الهجوم لعب بجريزمان وليونيلمس. طبعا يا جماعة على الورق ومقارنة سريعة بين الفرقتين وبين المدربين حتى يعني انت بتتكلم على كيكي ستين واحد وستين سنة اول فرقة يضربها في تاريخ وهي برشلونا. يعني هو دلوقتي انت جاي تكتشفه دلوقتي يعني برضو عشان تقارن كيكي ستين بزيدان اللي فاز بتلاتة وصاحب المسيرة والشخصية الكبيرة مع منتخب فرنسا واليوفي وريال مدريد والتاريخ الكبير جدا مقارنة ظالمة جدا. طب في ارض الملعب طبعا انت عندك اغلب اللي فازوا بالتشامبيونز ليج موجودين الخبرات الكبيرة جدا في خط الوسط لو بص 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 بسيطة مقارنة بسيطة بين كاسيميرو وكروس ما بين ديونجو والنحية التانية ارسر ميلو هتحس ان الكفة بتميل لصالح ريال مدريد. فطبعا بتبص على الورقة هتحس ان ريال مدريد اتقل بكتير اقوى بكتير. ولكن يعيب دايما ريال مدريد هو ايه? هو هجومه اللي مش موجود. وده كان دايما الصغرى والضعف الواضح في الريال في كل الماتشاة السابقة. وفي حاجة كمان صلحة زدان النهاردة بتغييراته اللي عملها. احنا شفنا النهاردة انضباط تكتيكي مش طبيعي من لعبة ريال مدريد. يعني فالفيردي النهاردة هو وفينزو الجونيور كانوا بيلعبوا في الحالة الدفاعية كازهرة جنب كارفخال وجنب مارسلو. عشان يريح كارفخال ومرسلو وما يخليش لعب الهجومي من برشونا عليهم. وانه هم هيغلطوا. خاصة كارفخال اللي كان دايما سبب فيها زي مريال مدريد الاخيرة. وشوفنا الجوليم بتوع من ناحيته وكان سبب فيهم. كان هو الباك اليمين. بصراحة زدان النهاردة عمل تكتيك عالي جدا في النواحة الدفاعية. وفي الناحية التانية فينزو الجونيور اللي كان بيغطي على مارسلو على طول غير طبعا لعبة خط الوسط ككازيميرو او كروس اللي كانوا برضو بيغطوا على حسب الهجمة جاية من برشلولا من انهجاه. والتحسن كمان اللي حصل في ريال مدريد ان احنا كنا بنشوف ريال مدريد في ليفانتي والماتش السلتافيجو وماتش مانشستر سيتي الناحية اليمين منعادمة مش موجودة ما بتهجمش ابدا ونحية التمال بس هي اللي بتشتغل. ده النهاردة تصلح. زيدان صلح وشوفنا انطلاقات من كارفاخال وفالبردي كتير جدا حتى الجون التاني من ماريانو دياس كان من ناحية اليمين. طي بتكلمنا على زين الدين زيدان وزي عالج اخطاء التكتيكاة والقطاطية في الماتشاط السابقة اللي اخسرها. طب هل كيكي سيتين عالج اي حاجة في برشلونا من اللي احنا شوفنا في ماتش نابولي او الماتشاط اللي قبل كده في الدورة اللي كان اداء فيها سيء هنلاقي ان كيكي سيتين ما صلحش اي حاجة ونفس اخطاء برشلونا فضلة وبتتمدد وبتتوغل. يعني يا جماعة العمق هو اللي بيهاجم منه برشلونا. يعني النهاردة برشلونا ممكن تأفل عليها وتلعب قدامها جيم كبير لو بتلعب حتى بسموحها. الموضوع باين جدا انت بتلعب من العمق ما عندكش اطراف ما عندكش اظهرة بتطلع وتفتح الملعب وتعرضوا عشان يقدر الظاهرين يطلعوا يعملوا عرضيات او الجناحين يضموا لجوه عشان تفتح مساحة للازهرة تتقدم وتلعب كورة عرضية للمهاجمين. ما فيش اي حاجة من الكلام ده. حصيت الليع بكمل عمقه فقط. عندك الصغرة اللي واضحة جدا بقالنا كام مرة بنتكلم عليها الارتداد من الهجوم للدفاع بطيء جدا لعيبة خط الوسطى عندها ازمة صخة كبيرة دي يونج النهاردة بنشوفه اكتر من مرة بياخد الكورة مش عارف يباصي الى اللي جنبه. العب يا ابني سروء العب باسة قدام شوت حتى ما بيعملش. واغلبهم بيدوروا على ميسي عشان يدولوا الكورة. جريزمان نفس الفكرة بيدور على ميسي كزا مرة كان ممكن يفتح اللاعب لا بيدور عشان يلعب لميسي الكورة. الفرقة عندها مشكلة وعندها ازمة كبيرة جدا ولو لوجود ميسي في الماتشات السابقة هو اللي كان بيكسب الفرقة وبرشلونة حتى في عصر فالفيردي. ميسي لو غاب عن اي ماتش او فاخد مستوى زي اللي حصل النهاردة. ميسي زي ما قلنا مش هيشيلك في كل المباراة وفي كل الماتشات. وبالتالي انت معرض ان ميسي يخزيلك في ماتش او ماتشين فهتخسر زي ما شفنا النهاردة. ميسي خزلك وما قدرش يلعب كويس. وكان واضح جدا ان هو بيختفي في اوقات المباراة بشكل كبير. ومستسلم لرقابة كازيميرو. وعن في لعيبة خط وسط ريال مدريد اللي كانوا بيطبقوا اقوى منظومة ضغط يعني متطورة جدا زدان فعلها وطورها وخلى لعيبة ريال مدريد تتقنها بشكل رائع بصراحة ضغط كابوسي على لعيبة ومنتصف برشلونة اللي كانوا مش قادرين يطلعوا خالص بالكورة وتضح ده في الشوت التاني. الشوت الاولاني يا جماعة كان فيه تفوق لبرشلونة بالفرص وخطورتها. لكن انا كنت شايف رغم كده وخروج الجيم صفر صفر في الشوت الاولاني كنت شايف ان ريال مدريد افضل. شايف ان لعيبة ريال مدريد وخط وسطها احسن وروحها اعلى. ولعيبة الوسط اللي بتتميز به خروج بالكورة من ادم لادم وتوني كروس ولعبه الرائع وتغيير اللعب من الطرف ده للطرف ده. وازاي بيتنقلوا الكورة ويخروجوا بها بمنتهى السلسة رغم ان برشلونة كيكي ستين حاول يطور عندهم انهم يقطعوا الكورة من التلت الهجوم للخصف. لكن النهاردة ريال مدريد لعبتوا عندها خبرات كبيرة. عندهم لعيبة مهارة جدا في خط الوسط زي توني كروس وكاسيميرو وفالفيردي. فكانوا بيقدروا يطلعوا بالكورة بمنتهى السهولة ولعبوا الكورة وينوعوها من اليمين للشمال. ده غير طبعا اسكو الجوكر النهاردة واللي لعب دور كبير جدا في الفوز بانه كان بوكس تو بوكس عالمي كان بيطلع بالكورة بمنتهى السهولة من الدفاع للهجوم وينقل الكورة برحته خالص وكانش حد خالص من لعب برشولا بيقدر يوقفه بصراحة. وكان نجمل مباراة في رأيي مع طبعا اغلب لعبيت ريال مدريد اللي كانوا نجوه فوق العادة. زي ما قلنا شوط الاولاني اقتصر على كم كورة من ريال مدريد بيشوتوها فوق المرمى زي توني كروس. واغلبها من ناحية الشمال بتتلعب الكورة عن طريق بنسو الجونيور وعن طريق مارسيلو الزهير الطائر ولعب افضل مبارياته في الموسم ده. واو عن طريق بنزيما اللي كان بكيلو الكورة برضو ويشوتها فوق في السماء. ما كانش فيه اي خطورة الا كورة واحدة تيريش تيجن كانت عار دايما مرسيلو شالها. اغلب اللعب كان من ناحية الشمال. الناحية التانية برشلونة تقريبا عشرين دقيقة ما كانوش وصلوا لكورتوة. بعد كده بدأت خطورة برشلونة في ضرب خطوط لعب ريال مدريد من المنتصف ومن العمق. شوفنا كورة ميسي اللي ضيحها بغربة شديدة. بعدها كورة برضو جريزمان ميلو عمق لعب حلوة جدا لارسل ميلو اللي طلع وخلص من توني كروس ولعبها وتقلق فيها كورتوة. الشوت الاولاني برشلونة كان ممكن يخلص البطش وهو بصراحة ضيع تفوقه في الشوت الاول واكيد كان هيندم في الشوت التاني. وانا كنت شايف ان الريال واقفهم في الملعب ولعبوهم يأهلهم جدا انهم يعملوا شوت تاني كبير وان برشلونة مش هتستمروا خطورته ولا فرصه اللي بيضيعوها دي وهيندموا عليها. الشوت التاني يا جماعة زيدان حرم برشلونة من الكورة تماما. برشلونة بقى عمال يجري وارا الكورة في كل مكان ولعيبة ريال مدريد بتتنقل الكورة بمنتهى السهولة. بدأ الشوت التاني بهجوم قوي جدا من ريال مدريد فرص بتتوالع على مرمى تيريشتيجن وتقلق مش طبيعي من تيريشتيجن زي ما تقلق كورتوة في الشوت الاولاني. حرمان برشلونة من الكورة بيخليهم يفقدوا عقلهم بصراحة. يعني النهاردة بنشوف ازاي اللعيب الكبير ازاي عمل كورة تيريشتيجن شالها بصراحة بمعجزة. شوتة من على حدود التمنتاشر رائعة جدا شالها تيريشتيجن. بعدها كورة بالهد بيشيلها بيكمن على خط المرمى. بعدها كورة تانية من كرفخال اللي توغل في العمق عشان يفتح اللي كان مكتسح في الناحية اليمين. فبيلعب كورة كرفخال سروق رائع جدا عالي على رجل بنزيمة اللي بيشوت كورة في السماء. كل دي كانت فرص ممكن تيجي جون غير توغلات فينسو الجونيور اللي تقريبا يعني كنا كلها بننتقده. الرجل ده يا جماعة شايل دماغه وحطه في الفريزر. الرجل ده تحس انه يسلم دماغه بالسلوفانة. عنده مشكلة في اللمسة قبل الاخيرة عشان يطلع كورة صح. بيعمل مجهود وافر جدا وبيعمل عشوائية وفوضوية في اي خط ادفاع. ولكن هو بيجي عند اللمسة قبل الاخيرة يا اما بيشوف برا يا اما بيكعبل في الكورة. لكن ربنا كرمه في الاخر وقدر يجيب جنف ديئة واحد وسبعين جول التقدم لريال مدريد عشان يكفر على الخطايا وزنوبه اللي بيعملها طول الماتشو طول الماتشات السابقة وجمهور ريال مدريد اكيد هيشيله فوق دماغه. وطبعا الجول ده يا جماعة شفنا ازاي توني كروس قال لفينسو جونيور اطلع اطلع وما فيش حد خالص بيحاول يهجم على توني كروسو ياخد منه الكورة وده يوريك ازاي ان زهنية اللي عيب برشونة طلعت من الماتشو وازاي كمان تغييرت كيكي ستين ضيعت الواجبات الدفاعية من ناحية سميدو سميدو واقف بيتفرج على الكورة برايس ويت اللي نزل قبل ما يجي الجول الاول لريال مدريد بدقيقتين واقف كمان بيتفرج على الكورة مقدرش حتى يهجم على كروسو يختف الكورة وبالتالي حتى كيكي ستين بالتبديلة دي كان هو متسبب في تقدم ريال مدريد لان الناحية اليمين كان فيدال شاير فيها كتير وكان بيغطي مع سميدو على فينسو جونيور اللي كان دايما وريال مدريد بيهجموا منها اكتر الوقت برشلونا الحياة في الشرط التاني ملاقوش لعبوهم خالص انحرموا بالكورة انهاروا بدنيا وزهنيا تغييرت كيكي ستين بنزور راكيتش وانزو ما كانتش مؤسرة وما كانتش لها اي معنى في تغيير سير المباراة اه على عكس زيدان اللي لما نزل ماريانو دياز اه يعني انجح تبديلة زيدان تقريبا رجع السبحة او عمل عمرة سريعة كده بسرعة او رجع الشيخ معافي غرفة تبديل الملابس عشان ماريانو دياز يبقى اسرع لعيب يجيب جول بعد نزوله في تاريخ الليجة بعد خمسين ثانية وشوفنا زي ام تيتي في تمركز عارفينه جدا ومرض باين جدا في دفاع برشلونة التمركز الضايع للعيبة قلوب الدفاع في البرصة عشان امتيتي ده انا بحس ان انت يعني كمشجع برشلوني لو كرة جات في رجله في منطقة جزاء برشلونة بحس ان لازم مشجعين برشلونة يورو اسكرة صباح والمساء عشان الراجل ما يغلطش وما يتسببش في كوارث وبالفعل امتيتي في ارقابته الماريانو دياز كان ضايع تماما ماريانو اللي بيقول زيدان انا اقدر ان انت تنزلني في اوقات كتيرة بدل كريم بنزيمة ومتعتمدش على البنز طول الماتشات ولازم تهدده ان فيه بديل يقدر ينزل يجيب جوال وبصراحة اول ما ريال مادريد بقى عنده مهاجم في التمنتاشر قدر يجيب جول في دقيقة تقريبا اتين وتسعين احصائيات الماتش كانت ستة وخمسين استحواز لبرشلونة مقابل اربعة واربعين لريال مادريد اه تسع تزديدات لبرشلونة مقابل تلاتاشر لريال اربعة واربعين مقابل خمسة للريال كان اغلبها في الشوت التاني كانت الخطورة لريال مادريد في الشوت التاني ولكن اللي كان عنده اصرار وروح اكبر هو اللي قدر يخلص الماتش ده واللي كان داخل الماتش وبيعتبره انهائي مش بيلعب على فرصتين تعادل او مكسب هو اللي خلص لعيبة ريال مادريد اغلبها النهاردة كانوا نجوم مارسيلو وكرفخال كانوا نجوم فوق العادة خط وسط ريال مادريد ماتش عالي جدا تغيرات زدان وتكتيكو واعادة السقة كانت برضو في محلها وقدر يرجع الفرقة ويشيل من عليها الضغط ويرجع سقة اللعيبة لنفسها تاني بعد ماتشات سيئة وخسائر متتالية في دولة الابطال والليجة الناحة التانية برشلونة كان النجم تيريش تيجين النهاردة ميسي مقدرش يجيب اي جول من الفرص اللي جات له كان عنده كرة في الشوت التاني برضو كان كنترول وحش يوريك ان ميسي بره الماتش تماما اه الاغلب اللعيبة ما كانوش في مستواهم كان الابرز النهاردة بوسكتس عمل ماتش كبير بصراحة سميدو برضو مع عمل ماتش مش بطال وفي الاخر لازم اقول الف مبروك لعشاق ريال مادريد وهارد لك لبرشلونة ومشجعيهم الدوري لسه في الملعب ما اتحسامش رغم صدارة ريال مادريد النهاردة فرق نقطة عن البرصة برشلونة وريال مادريد السنة دي بيخسروا نقطة كتير جدا ومعارضين ههم يخسروا نقطة في باقي الجولات انا شايف ان الدوري لسه هيتلعب لقدام شايف ان زيدان نجح في تحدي ضخم جدا النهاردة انه يشيري الضغط من عليه ومن على الادارة ومن على اللعيبة بفوس كبير على البرصة في الكلاسيكو يعتبر بطولة ورجع ثقة اللعيبة لنفسها بحيس ان احنا ممكن نشوف مطش كبير لريال مادريد في الاتحاد في مواجهة منشستر سيتي في اياب دوري ابطال اوروبا وفي النهاية مش هبسيكم تعملوا لايك للحلقة او سبسكرايب في القناة لو ما كنتوش مشتركين وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات اول بول كان معاكم اخوكم عمر شيف من القناة الحريف وسلام عليكم